أهلا وسهلا فيكم حيبدأ ألن درسه لهذا الأسبوع بالحديث عن المأكولات والمشروبات ألن عطتوا اللابو بعض الكلمات وطلب منهم أن يحطوهم بخمس مجموعات أول مجموعة هي طعام البارد أما الثاني فهي طعام الساخن الثالثة هي الخضروات والفواكه أما الرابعة فهي المشروبات والمجموعة الأخيرة هي البهارات خلينا نشوف ما أريدك أن تفعله ترى هنا ما من هذه المشروبات تقولون أنها مجموعة؟ تأكلها وأنها مجموعة تركي 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 أرى 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 فبرتة في الحصولignment توجد فضوغ ضلقة وطارق والعظام المتصرفة واحدة لتوجد فضوغ بسطورة أميح هذا التي كنت يجب أن تتأكدون البحران؟ أعتقد أنت كل الهاتف بدون البحراني أميح هذا؟ حتى هنا ، فضوغ تأكيد أميح هذا الكويف أميح هذا الهاتف ستكون ذلك أحد يحب مكتبات شابي شابي لكن يمكنك تبأوني المعرفلة له هل تعرفون بعض فرائطة المعرفة في المنزلة في الصور؟ نعم ما فرائطات يمكن تبتوني شابي حبيل شابي امان إما أنت بسكتب أسناً نعم أسناً للعرض أسناً بسكتب أين تضع بسكتب؟ هل نحن بسكتب بسكتب؟ لا أبداً أنهم مهلاً بسكتب أريد أنك تقوم بسكتب بسكتب أرادة بسكتب أرادة بسكتب بسكتب وأرادة أجوبتكم مع الجدول التي كتبتها أرادة بسكتب خلينا نرجع نراه أرادة بسكتب أعتقد أن نضع جيب جيب أين نضع جيب؟ جيب أرادة بسكتب جيب أرادة أرادة أجف تضع سوشي أسفرحة نحن نعود سنعود جيد كيف كانت إجابتكم؟ مشابهة أو مختلفة عن أجوبة ألن؟ دعونا نسمع بعض الكلمات بسكت رز لبن مقرن شاي كوفي أهوي أنا متأكد أنكم بتعرفوا معظم هاي الكلمات على كلين حيكون في عندكم فرصة لتتدربوا أكتر على هاي الكلمات بقسم المفردات بهذا الأسبوع بس دائما حاولوا أنكم تسمعوا هاي الكلمات بصف آلن بالجزء التالي من درس آلن الطلاب سمعوا لمجموعة من الأشخاص عم يطلبوا أكل بمطعم الطعام الطعام بقسم حسنا هل أن أسمعوا ما قمت بطعام بي؟ أستطيع أن أمام اشعرات سوفر كينغ ساسبيرجر؟ حسنا بلا يعني ما قمت بطعام بدي ماذا قمت بمدي بطعام بدي نعم هل أخذت من ذلك؟ أخذت بذلك؟ أخذت بذلك؟ أخذت بذلك؟ أخذت بذلكي؟ أخذت بذلك؟ مهاذا يسمى إلى ذلك؟ هل قبل؟ Something, the bill, can we have the... The bill, yeah, can we have the bill please, okay? Good, Qi, keep the... Change Good, what's the change? Change, yeah, it's kind of money, yeah Okay, the... When you have to pay the bill, okay? If the bill is 10. 10 dollars. And then you give them more than 10 dollars. And say keep the change. So it's like a tip. Extra money that they can keep. H. I'd like to Order. I'd like to order a pizza. What's i? What would you like? J. Okay. How much is that altogether? Good. Okay. So now these are phrases that you're going to hear if you're in a restaurant or in one of the recordings was she in the restaurant? It was a little bit different, wasn't it? She wasn't at the pizza place. She was phoning in, okay? So- but these are phrases that you might use, okay? Who is speaking? There's two kinds of people. آخر قطومologically ممندقاب obe accent شكرا bailout أبر GSA ممندقاب ممندقاب أستطيع أن أخذك هكذا؟ إذا إذا أخذت أنك إكتبتك فإن أخذت ومثل ما رأيته أجل أن أصدق لدوة جمالعجة قليلاً أجل الآن إذا فإن أخذتني ومثل ما رأيته هناك الكثير من الجمال المفردات التي كثير مفيدها واللي منستخدمها وقتل نطلب أكل بمطعم وطبعاً ومثل ما شفنا آلن سأل طلابه إذا هاي الجمل محكية من قبل زبون أو من قبل النادل خلينا نحكي أكتر عن هاي الجمل رح نبدأ بالجمل المحكية من قبل الزبون لأنه بعتقد أنه حيكون أهم بالنسبة لألكم ومثل ما لاحظنا كتير من الأسئلة المستخدمة بتبدأ ب خلينا نشوف بعض هاي الأسئلة فيني أخذ واحد إسبرسو لو سمحت فيني أخذ واحد سلطة لو سمحت وطبعاً فينا نستخدم نفس التركيبة اللي هي لطلب أشياء تاني مثل قائمة الطعام أو الفاتورة مثل فينا كمان لنطلب شغلات بالمطعم أنه نستخدم تركيبة تاني واللي هي I'd like حابب أخذ واللي هي اختصار ل I would like I'd like أو We'd like نحن حابين ناخد واللي هي اختصار ل We would like وهي التركيبة هي عبارة عن جملة عادية وليس السؤال مثل I'd like a large pizza please أنا حابب أخذ بيتزا حجم كبير لو سمحت وكمان We'd like a salad please نحن حابين ناخد واحد سلطة لو سمحت أما اللغة المستخدمة من قبل النادل The waiter فهي مختلفة شوي ولكن من أكثر الأسئلة استخداما من قبل النادل هي الأسئلة اللي بتبدأ ب Would you like مثل Would you like anything to drink هل ترغب بأن تشرب أي شيء أو Would you like anything else هل ترغب بأي شيء آخر في بعض الأحيان نحن فينا نختصر هاي الأسئلة بدل من نقول Would you like anything to drink فينا نقول Anything to drink أو Anything else وكمان النادل ممكن يستخدم أسئلة مثل Would you like a salad وكمان Would you like the bill خلينا نروح نشوف صف آلن نسمع شو رأي طلابه بهاي العبارة Okay Great So Feriel What do you think for C Anything to drink with that Yeah Yeah It's a waiter question Okay What about over here Right Eat in or take away Eat in or take away Waiter That's a waiter question Yeah Okay Would you like anything else It's a waiter one Yeah Okay Rayda What do you think for F Can we have the bill please Customer Yeah Shafia What do you think for G Keep the change Yeah Customer Good Okay What do you think for H I like to order is Customer Customer Yeah Great Leith What do you think for I Waiter Waiter And the last one How much is that all together Customer Yeah Okay And like we said before The language The most used before Is the one Is the most important In terms of you As much as 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 you Before we get this I want to just remember About the last question Which was Alan And the teacher And the one How much is that How much is that We'll talk a lot About this question In the previous videos This week See you later